اشتركوا في القناة الموافق الرابع والعشرين من مارس من العام الفين واثنين وعشرين وبرعاية الوسيطة الأمثل والأفضل للتداول في الشرق الأوسط الشركة السويسرية العالمية للوساطة المالية وبإمكانكم التسجيل والاستفادة من القدمات العديدة والمتميزة التي تقدمها الشركة من خلال الرابط الموجود في صندوق الوصف أسفل الفيديو إذن أخواني العزاء قبل أن نبدأ فقرة التحليل الفني نذكر بأهم البيانات الاقتصادية الذي سوف تصدر خلال اليوم ولها تأثير على حركة الأسعار وقت صدورها وسوف يكون لدينا بيانات هامة جدا على الفرانك السويسري تصدر في تمام الساعة الحادي عشر والنصف مساء صباحا عفوا بتوقيت مكة المكرمة وهو قرار الفائد الصادر عن البنك المركزي السويسري وتقييم السياسة النقدية للبنك الوطني السويسري وفي ذات التوقيت سوف يتم صدور خبر مؤثر على اليورو وهو مؤشر مديري المشتريات الصناعي الألماني من ثم في تمام الساعة الثانية عشر والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة تصدر حزمة من البيانات الهامة على الجنيه الإسترليني وهو مؤشر مديري المشتريات الصناعي والمركب والخدمي وأيضا في تمام الساعة الثانية عشر والنصف وفي ذات التوقيت على الفرانك السويسري ينعقد المؤتمر الصحفي للبنك المركزي السويسري ومن ثم في تمام الساعة الواحدة مساء بتوقيت مكة المكرمة يصدر لدينا قمة قادة الاتحاد الأوروبي وتختتم البيانات في تمام الساعة الثالثة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة ببيانات هامة مؤثرة على الدولار الأمريكي وهو طلبات السلع المعمرة الأساسية ومعدلات الشكاوى من البطالة إذن أخواني العزاء نبدأ فقط التحليل الفني بتحليل مؤشر الدولار الأمريكي الدولار إليكس ونلاحظ أن مؤشر الدولار يحاول إنهاء التصيحات ويحاول يستعيد قوته مجددا ولكن لن يستطيع تأكيد الصعود وإنهاء التصيحات إلا إذا نجحت الأسعار باختراق مستوى 99.400 حينها سوف يتم تأكيد على عودة قوة الدولار الأمريكي مقابل العملات المختلفة بشكل واضح إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج اليورو دولار ونلاحظ أن زوج اليورو دولار يفشل باختراق مستوى 1.1600 ويعود مجددا مع قوة مؤشر الدولار الأمريكي ليعود بالتداولات دون المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم واستمرارية التداولات أدنى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم وأدنى مستوى 1.10 ألف التقود الأسعار لمزيد من التراجعات صوب مستويات 1.0900 و1.08250 إذن أخواني العزاء شرط استمرارية النظرة السلبية للزوج هو ثبات الأسعار أدنى مستوى 1.1600 إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الباوند دولار ونلاحظ أن زوج الباوند دولار هو الآخر يتراجع مع قوة مؤشر الدولار الأمريكي ويقترب من منطقة المحور وهي مستوى 1.31 ألف وستمية الماثر ألمامكم بالخط الأحمر المتقطع حيث أن كسر هذا المستوى بناء على قاعدة السلوك السعري سوف ينهي الموجة الصاعدة وينهي الأبتيند لاين الفرعي ويعيد الأسعار إلى المسار الرئيسي الهابط ويستهدف مستويات الواحد فاصلة ثلاثون ألف وثمانية وعشرون ألف وخمسمية على الشورتين إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الباوند دولار الملقب بالمجنون وشاهدنا الهبوط الذي حدث يوم الأمس ولكن الهبوط الذي حدث كان العزاء يصنف في طور التصيحات وتعود الأسعار سريعا لتعود بالتداولات أعلى مستوى المائة وستون وأعلى متوسط متحرك لمدة خمسة وخمسون يوم وطوالما أن الأسعار تتداول أعلى مستوى المائة وثمانية وخمسون فاصلة مائتين لا يزال يعتبر أي هبوط قادم هو في طور التصيحات وفي طور الحركة الصحية للأسعار من أجل أخذ العزم للصعود والثبات ومحاولة الانطلاق صوب مستويات مائة واثنين وستون ومائة وخمسة وستون على التداولات المتتالية خلال المدى المتوسط إذن أخواني الأعزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الإسترالي مقابل الدولار الأمريكي ولا يزال الدولار الإسترالي يتمسك بمكاسبه أمام الدولار الأمريكي واستمراري التداولات الأسعار أعلى المتوسط المتحرك لمدة خمسة وخمسون يوم وأعلى مستوى صفر فاصل أربعة وسبعون ألف ومائة ومائة وخمسون لا يزال يضع السيناريو الإيجابي هو المرجح ولا يزال الهدف الرئيسي المنتظر عند مستوى صفر فاصل ستة وسبعون ألف قائم إذن أخواني الأعزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل الياباني ونبارك لكم تحقيق الهدف الأولي الماثل عند مستوى المائة وعشرون فاصل ستمائة وحتى اللحظة لا يزال الزوج يتداول في ظل الإيجابية المفرطة وحتى اللحظة استمرارية التداولات أعلى مستوى المائة وعشرون ومدعومة بالتداولات أعلى المتوسط المتحرك قد تقود الأسعار لتحقيق الهدف الرئيسي منتظر عند مستوى المائة وثلاثة وعشرون إذن أخواني الأعزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل الليرا التركية ولا تزال التداولات العرضية هي سيدة الموقف ونشاهد التداولات المتمحورة حول المتوسط المتحرك لمدة خمسة وخمسون يوم منذ الحادي عشر من مارس تدل على العرضية المفرطة للزوج والذي لن يستطيع أن يحدد مسار واضح وصريح حتى يتم كسر أو اختراق أحد أطراف القناة العرضية الماثلة أمامكم على الرسم البياني إذن أخواني الأعزاء ننتقل إلى تحليل البيتكوين مقابل الدولار الأمريكي ويقترب البيتكوين من تحقيق الهدف الماثل عن مستوى 44 ألف دولار والذي إذا نجح باختراقه سوف نشاهد قوة للبيتكوين ودخول الرالم مجددا للصعود واستهداف مستويات 46 ألف دولار و 48 ألف دولار خلال التداولات القادمة وشرط استمرارية النظرة الإيجابية للبيتكوين هو ثبات الأسعار أعلى مستوى 40 ألف دولار إذن أخواني الأعزاء ننتقل إلى تحليل الريبل مقابل الدولار الأمريكي والعزاء الريبل يحافظ على مكاسبه أعلى مستوى الدعم الماثل عند مستوى سعر 80 سنت وحتى اللحظة استمرارية تداولات الأسعار أعلى مستوى 80 سنت لا تزال تضع الهدف الرئيسي قيد الانتظار والماثل عند مستوى الواحد دولار إذن أخواني الأعزاء ننتقل إلى تحليل ملك الملاذات الآمنة الذهب ونلاحظ أن الذهب ينجح بالتماسك والارتداد أعلى نقطة المحور ونقطة البايفيت الماثلة عند مستوى 1920 دولار للأنصة الواحدة مدعوما بتداولات إيجابية أعلى المتوسطة متحرك لمدة 55 يوم والتداولات بهذا الشكل قد تقود الذهب لتحقيق المزيد من المكاسب صوب مستويات 1960 دولار للأنصة الواحدة وقد نشاهد مستويات 1990 دولار للأنصة الواحدة ويشترط لتحقق الأهداف المذكورة واستمرارية الإيجابية للذهب هو الثبات أعلى مستوى 1920 دولار للأنصة الواحدة إذن أخواني الأعزاء ننتقل إلى تحليل النفط الخام ونلاحظ أن النفط الخام هو الآخر يحاول الحفاظ على مكاسبه الذي حققها في الجلسة السابقة والذي من خلالها استطاع العودة أعلى مستوى 112 دولار للبرميل الواحد حيث أن ثبات التداولات وتأكيد اختراق مستوى 112 دولار للبرميل الواحد قد تقود الأسعار للإندفاع للإندفاع والإنطلاق صوب مستوى 120 دولار للبرميل الواحد و130 دولار للبرميل الواحد خلال التداولات القادمة وشرط استمرارية النظرة الإيجابية للنفط الخام هو ثبات الأسعار أعلى مستوى 105 دولار للبرميل الواحد إذن أخواني لعزان ننتقل إلى تحليل الفضة ونلاحظ أن الفضة تحاول تلقي الإيجابية متأثرة من ملك الملاذات الآمنة الذهاب حيث أن ثبات التداولات أعلى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم قد تقود الفضة لتحقيق مكاسب قصيرة المدى يستهدف من خلالها مستويات 25 دولار ونصف و 26 دولار واشترط الاستمرارية الإيجابية للفضة وتحقيق الأهداف المنتظرة هو الثبات أعلى مستوى 24 دولار ونصف إذن أخواني لعزان ننتقل إلى تحليل الغاز الطبيعي ولا يزال الغاز الطبيعي تمسك بمكاسبه محاولا الانطلاق صوب مستوى الهدف الأول المنتظر عند مستوى الخمسة ونصف ولا يزال الهدف الرئيسي المنتظر عند مستوى الستة قائم حتى اللحظة واشترط الاستمرارية هذا السيناريو هو الثبات أعلى مستوى الخمسة إذن أخواني لعزان ننتقل إلى تحليل قائد السوق الأمريكي مؤشر الداو جونز الصناعي ونشاهد ان مؤشر الداو جونز يصحح بشكل عميق جدا مع عودة قوة مؤشر الدولار الامريكي ولكن حتى اللحظة لا نزال فنيا نصنف هذا الهبوط كتصحيح وعملية تصحيح طبيعية للاسعار ولا يمكن التصريح بتغيير الاتجاه لمؤشر الداو جونز الصناعي والبدء في موجة البيع الا بشرط واحد وهو كسر مستوى الاربعة وثلاثون الف ومئة حيث ان مستوى الاربعة وثلاثون الف ومئة يعد مستوى قوي جدا ثبات الاسعار وارتدادها اعلى قد يعيد القوة لمؤشر الداو جونز ليعيد استهداف مستويات خمسة وثلاثون الف ومئة وستة وثلاثون الف اما كسر مستوى اربعة وثلاثون الف ومئة فقد يدخل مؤشر الداو جونز في موجة بيعية قد تصل لمستوى ثلاثة وثلاثون الف ومئة اذا اخوائي لعزان ننتقل الى تحليل مؤشر ستاندرد انبورز اس بي فايف هندرد ولا نزال نشاهد التصيحات الذي مر بها الاس بي فايف هندرد ولكن حتى اللحظة لا يزال يحاول الحفاظ على مكاسبه واستعادة المكاسب وزيارة مستويات الاربع الف وخمسمائة وعشرون واربع الف وستمائة خلال التداولات القادمة وشرط استمرارية النظرة الإيجابية لمؤشر الاس بي فايف هندرد وثبات الأسعار أعلى مستوى اربع الف واربعمائة وخمسون اذا اخواني لعزاء ننتقل الى تحليل مؤشر الداكس الالماني ونشاهد ان مؤشر الداكس لا يزال يحافظ على تداولاته اعلى مستوى الاربع عشر الف واذا نجح بتكوين مراكز شرائية على الشورت تيرم اعلى توسط المتحرك قد نشاهد انطلاقا لمؤشر الداكس ومستويات الخمسة عشر الف على الشورت تيرم وشرط استمرارية الإيجابية لمؤشر الداكس والحفاظ على الاسعار اعلى مستوى الاربع عشر الف يورو إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل مؤشر النازدك الأمريكي ونلاحظ أن مؤشر النازدك لا يزال حتى اللحظة يحاول الحفاظ على مكاسبه أعلى مستوى الـ 14400 وإذا نجحت الأسعار بتماسق أعلى مستوى الـ 14400 وبناء مراكز شرائية أعلى المتوسطة متحرك المدة 55 يوم على الشورت تيرم قد نشاهد محاولات لإنهاء التصحيح ومحاولات الانطلاق الصوب مستويات الـ 15500 خلال التداولات القادمة ويلغى هذا السيناريو الإيجابي والأهداف المتظرة في حال تمكنت الأسعار من التداول دون مستوى الـ 14400 إذن أخواني العزائلة هنا نكون قد انتهينا من فقرة التحليل الفني اليومية أشكر لكم حسن المتابعة وتقبلوا مني طيب التحيات وفي أمان الله